موسيقى 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 بعيدا عن المدينة التي يفترض أنها عاصمة مؤقتة للحكومة الشرعية تجري التحضيرات لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خطوة رآها البعض تأكيدا على ضعف السلطة الشرعية وتغول الإمارات وأدواتها في المناطق المحررة موسيقى موسيقى أهلا بكم بعد أن استكملت الشرعية مشاورات إعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس برزت أمامها المعضلة الأخطر وهي أنه ما من أرض يمكن لها أن تتسع لعقد جلسة البرلمان هذه 80% من الأراضي اليمنية التي تقول الشرعية والتحالف إنها باتت خارج سيطرة ميليشي الحوثي لم تكن كافية لعقد هذه الجلسة واجه المجلس الانتقالي هذه الخطوة وأعلن منع عقد الجلسة في العاصمة الموقتة عدن وحين تقرر أن تكون المكلة مدينة بديلة حدث الإعلان أيضا وبدلا من المواجهة ذهبت الشرعية لمدينة سيئون في صحراء حضر موت يرى المجلس الانتقالي وأنصاره أن هذه الخطوة تتعارض مع مطالب إقامة الدولة الجنوبية التي يرفع شعارها فيما يرى فريق آخر أنه ما من علاقة بين مطلب إقامة الدولة الجنوبية وبين منع السلطة الشرعية استكمال بناء مؤسساتها في مواجهة ميليشي الحوثي يصدف المجلس الانتقالي في عدن قوات الطارق صالح فيما يرفض انعقاد مجلس النواب في المدينة وهو ما يراه هؤلاء موقفا إماراتيا خالصا لا علاقة له بالمطالب التي يرفعها هذا المكون الجنوبي للنقاش سيكون معنا من عدن نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح ومن القاهرة القيادية في الحراك الجنوبي السلمي عبد الكريم السعدي مرحب بكم أضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك أبدأ معك سيد صالح في حين تعمل السلطة الميليشية على إعادة إحياء مجلس النواب بأعضائه التابعين لها يرفض المجلس الانتقالي لانعقاد البرلمان بأعضائه المؤيدين للشرعية كيف يمكن فهم الأمر؟ سيد صالح؟ إذن أنقل السؤال إلى سيد عبد الكريم السعدي سيد السعدي أسألك ذات السؤال المشترك إذا في حين تعمل سلطة الميليشيات على إعادة إحياء مجلس النواب بأعضائه التابعين لها يرفض المجلس الانتقالي لانعقاد البرلمان بأعضائه المؤيدين للشرعية كيف تفهم هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية دعني أحييكم أهلا وسهلا وأحيي ضيفكم الصديق العزيز منصور صالح محمد وأحيي المشاهدين العزاء بالنسبة لانعقاد دورة المجلس النواب بالحقيقة نحن كجنوبيين وكحراك جنوبي عبرنا عن موقفنا في جاه هذه الخطوة ورأينا أن اليمن يشهد معركة هي حاليا معركة واحدة وهي معركة المعركة بضل الانقلاب الحوتي وأنه من المنطق ومن العقل ومن الحكمة أولا مواجهة هذا الطرف الانقلابي وإرشاد عائم الدولة ومن ثم ضرح باقية القضايا الحديث عن الغضايا الفرعية والحديث عن الغضايا الداخلية قبل الحديث عن استقرار البلد واستقرار الوضن هو حديث طرف وحديث لن يؤدي إلى شيء غير أنه يخلق المزيد من الفوضى والمزيد من التعطيل للمعركة الرئيسية نحن في الجنوب نستغرب جدا أنه يظهرنا الإعلام أننا معارضين لإنعقاد القلسة سواء في عدن أو في غيرها من المدن فكل بقاعة اليمنية طالحة لإنعقاد المجلس لا يوجد مشكلة فيها نحن نلسنا ضد الإنعقاد ولم أطالع في مقدمة طرحكم تحدثتم عن أنه أخوتنا في مكون الانتقالي رافضين للإنعقاد في عدن أنا لم أطالع أي بيان رسمي من المجلس الانتقالي يتحدث عن هذا الرغم إنما هناك اجتهادات وهناك آراء يعني عبر التواصل الاجتماعي من شخص ومن كتاب وغيرهم إنما كوجهة نظر رسمية لم أطالع بيان واضح يرفض في المجلس الانتقالي الانعقاد لهذه القلسة في عدن هذا الجانب الجانب الآخر أن انعقاد قلسة المجلس في هذه المرحلة مهمة جدا مهمة جدا وتتعلق الأهمية الأكبر في ماذا ستصل إليه هذه القلسة لا يجلز لنا الحديث عنها قبل أن نستمع لماذا إلى أين ستتصل وماذا ستفري وماذا ستتمخذ عنه الحديث قبل معرفة ماذا ستتمخذ القلسة هذا حديث أعتبره غير من الضغي واعتبر القلسة هذه أنا أنه قد تكون خطوة أولى لتقديم حلول لإنهاء الأجمة في البلد وإنهاء الحرب وقد تكون أيضا بتركيبتها وبمسناغباتها وبالتضارب القوة التي يتشكل منها هذا المجلس أيضا باب آخر ينفتح أمامنا لدخلنا في يعني متاهات أخرى طيب دعني أأخذ يعني أسأل أطرح ذات السؤال لضيف الذي ينضم إلينا الآن سيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة إعلامية المجلس الانتقال الجنوبي سيد صالح إذن أسألك ذات السؤال المشترك في حين تعمل سلطة الميليشيا ميليشيات الحوثي على إعادة إحياء مجلس النواب بأعضائه التابعين لها يرفض المجلس يعلن أعضافي المجلس الانتقالي رفضهم لإنعقاد البرلمان بأعضائه المؤيدين للشرعية في مناطق سيطرته كيف يمكن فهم هذا الأمر مساء الخير أخي وقيه عليك وعلى أخي العزيز وصديقي عبد الكريم السعدي بداية أولا أكررها مرة أخرى أنا حينما أظهر فأنا إنما أتحدث بصفتي الشخصية ولا أعبر بالمطلق عن وجهة نظر المجلس الانتقالي الجنوبي وأن كنت أكرر أتماها أو أعبر عنها بشكل أو بآخر اقتناعا مني بهذه التوجهات لكن لدى المجلس ناطق الرسمي هو الأستاذ سالم ثابت العولقي نحن أولا لا نقبل المقارنة فيما بين جماعة الحوثي الإنقلابية الطائفية وما بين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل إرادة الشعب الجنوبي ويمثل أيضا صوته المعبر عن تطلعاته في الحرية والاستقلال واستعادة الدولة لا وجه للمقارنة الحوثي لديه خططه فيما يتعلق بسحب الشرعية من بساط الشرعية وهذا بالقانب القانوني غير ممكن على اعتبار أنه لا يتوافر لديه سواء ثمانين عضو يحضر منهم نحو أربعين عضوان في القلسات التي يعقدها بالإكراه هذه الميليشيات الجنوب منذ العام 1994 وهو تحت الاحتلال وبالتالي كل العمليات الانتخابية المزيفة والمزورة التي حاولت تزوير إرادة الشعب الجنوبي في تلك الفترات لا تعبر عن إرادة الجنوبية ولا تمثله لا مجلس نواب ولا انتخابات رئاسية ولا غيرها وبالتالي رفض المجلس لهذه الكيانات إنما هو رفض لتشريع وجودها في القنوب المجلس الانتقالي الجنوبي قال كلمته وبضوح بأنه لن يقبل بانعقاد هذا المجلس على الأراضي الجنوبية وأقول هنا للتوضيح الأراضي الجنوبية المحررة ولا نتحدث عن الأراضي الجنوبية التي ما زالت تحت قبضة الاحتلال كما هو الحال في سيئون المجلس الانتقالي قالها بوضوح واستطاع أن يفرض إرادته ومنع نعقاد هذا المجلس في عدن وفي باقي المحافظات التي هي واقعة تحت السيطرة أو تحت الإدارة الجنوبي للمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية ولكل القوى الجنوبية الخيرة المؤمنة بحق الشعب الجنوبي في إدارة بلده هو التعبير عنها رفض الجنوب لهذا المجلس ينطلق أولا من أنه لا نتوقع منه خيرا هو يمثل منظومة احتلال فرضات على الجنوب من عام 1994 هو أيضا حتى من الناحية الأخرى مجلس هش هزيل لا ندري ما المبرر لإحياء خاصة في هذه الفترة هذا المجلس انتخب للمرة الأولى في العام 2003 وهو أطول مجلس نواب على مستوى العالم ست عشر عاما من انتخبه هذا المجلس في العام 2003 كانت تفويضهم محددين في ست سنوات هي المحددة في الدستور وأن كنا نكرر أيضا أنه لم ينتخبه أحد وكل ما يقرأ في تلك الفترات هي عملية تزوير للإرادة وكان علي عبد الله صالح يتنقل بالوحدات العسكرية من دائرة لأخرى لانتخاب أعضاء وتم تقاسم بعض الدوائر مع التجمع اليمني للإصلاح خاصة هنا في الجنوب كان التمثيل في هذا المجلس لا يعبره بالمطلاق على الإرادة الشعبية الجنوبية التي كانت تقاطع كل ما يأتي به نظام علي عبد الله صالحينها هذا المجلس انتهى عمليا في العام 2009 تم التمديد له عامين آخرين حتى العام 2011 ومنذ ذلك اليوم ومنذ العام 2012 مجلس معطل لم يقدم ولم يؤخر شيء هذا المجلس أيضا كان جزء من منظومة المنظومة التي أيدت ميليشيا الحوثي وباركة احتلال العاصمة صنعاء برئاسة يحيى الرعي واليوم للأسف يجري تجميع هذه المجاميع التي عفى عليها الزمن التي لم تستطع أن تقدم شيئا خلال 16 عاما سوى الفساد والفشل خلال الفترة من العام 2012 للعام 2019 هذا المجلس معطل وقراراته أصبحت معطلة بموقع المبادرة الخليجية لا نتوقع أن يقدم شيئا للحياة السياسية هم يتجمعون اليوم ونقولها بكل أسف لا لحاجة وطنية ولا لقضية تجمعهم لا يجتمعون سوى للبحث عن أو تحت إغراء مبلغ المئة ألف ريال سعودي التي ستمنح لكل عضو سيعضر هذه القلسة عد ذلك نحن على الطلاع ونحن نعرف كثير من هؤلاء العضاء لا يؤمنوا بشيء وليست لديهم قضية وما نخشى أن تكون فاتحة إحياء هذه المجلس هي وبال على الرئيس عبد الربو منصور هذه شخصيا وعلى الشرعية وأن نشهد بعد أيام ضمام هذا المجلس لكن دعني أنقل النقطة بالنسبة للرفض المجلس الانتقال لأن سيد السعدي قال أنه لم يسمع إعلانا من المجلس لرفض هذه الجلسات الآن قال السيد منصور صالح ما قاله أن المجلس يرفض الإعقاد هذه الجلسات في مناطق سيطرته كما يقول إذن كيف يفهم هذا الرفض سيد السعدي بداية أن أخي منصور وصديقي العزيز هو نائب الدائرة الإعلامية ونوى في بداية حديثه أنه ليس النبغة الرسمي بإسم المجلس مفهوم وأنا في بداية حديثي تحدثت أنه لم أقرأ ولما أتابع أي بيان للمجلس بيان واضح ورسمي للمجلس الانتغالي يرفض إنعقاد القلسة في عدن أو في أي منطقة من نظر الجنوب هذا كلام أنا ما لاحظته قد يكون تقصير مني أو قد يكون لم يكن هناك بيان بالمرة يعني مسألة إنعقاد المجلس نحن عندما نتحدث عن إنعقاد قلسة المجلس قبل أو نقيمها قبل قبل الوصول إلى ما ستتمكن عنه هذه القلسة هذه العملية فيها استباق وفيها يعني منع أو اجتناب للعدل نحن ننتظر أولا ماذا ستفضي هذه القلسة وأنا مثل ما نوع في بداية حديثي القلسة هذه قد تكون لأنها تجمع المتناغضات القلسة فيها المتناغض فيها المتصارع اليوم أنا أقول أنها هي خضوة قد تساعد هي تأتي في إدارة المعركة الكبرى معركة اليمن بشكل عام الذي نحن كجنوبيين نشكل جزء من اليمن إلى اليوم نحن ضمن الجمهورية اليمنية ما فيه شيء رسمي جديد استقد يلغي هذا الواقع وهو واقع الجمهورية اليمنية هناك ثورة في الجنوب ونحن قدناها وكنا مشاركين فيها ومن قياداتها وأنظلغت في ظل جبروت نظام علي عبدالله صالح الذي كان يشكل مضلة لكل القوى التي قاتلت الجنوب في العام 94 ودكت أسواره واقتحمته هذه القضية ثبتت في ظل في ظل طغيرا هذا النظام لا أظن أن أغدقلسة لمجلس النواب أو مجلس الوزراء أو أي مؤسسة حكومية أو دستورية أو غيرها سيضر هذه القضية أو يأجلها أو يلغيها أو يهزمها أو يقنع أبناء الجنوب في التنازل عن حقهم نحن نريد نتحدث عن الحق الجنوبي بإيقابية حان الوقت لحديث عن الحق الجنوبي بإيقابية وليس بسلبية ليست بالعدائية نحن صحاب حق نحن صحاب حق إذن يجب أن نسلك مسلك صاحب الحق لا نسلك مسلك صاحب الباطل الذي يرفع صوته دائما الذي يرفض الذي يعنف الذي يخون الذي يعني يحول كل شيء إلى كابوس إلى قحيم نحن صحاب حق وبنتكلم وبهدوء شديد أنه نضالب حق شعب الجنوب في تقرير مصيرة إذا ما أراد البقاء فليكن ويجب أن تحترم إرادته وإذا ما أراد الخروج بدولة مشتغلة على العالم وعلى كل أطراف أن تحترم رغبته لكن طريقة مثل ما قلت لك بصوت هادئ وطريقة ليست ببرورة أن تكون بحارها دماء التي نشبح فيها أو نمر فيها لشضع الأمان أو لشضع الدولة المستغلة لماذا لا نقرر بالطريقة الآخر المجلس عن عقاد القلسة هذه أنا باعتبرها أنها قد تكون فاتحة وقد تكون خطوة طيبة لأنها مأساة اليمن بشكل عام وضحت هذه النقطة نعم سيد ساد لا يجوز لنا الحديث يا سيدي عن كوب فوق طاولة على ظهر طاولة مرتعشة غير مستغرة أولا نبحث عن استقرار الطاولة وبعدها نبحث هنا نتحدث عن استقرار الكأس وهذا ما تقول أنه سلوك صاحب الحق هو من يفعل ذلك وأنقل هذه النقطة كما تفضلت بها وأضيف في الوقت سيد صالح الوقت الذي منع المجلس الانتقالي أو رفض انعقاد البرلمان وجلسة المجلس النواب يستضيف في الوقت نفسه قوات طارق صالح والشيء الوحيد الذي يبدو أنه يجمع المجلس الانتقالي وطارق صالح هو الدعم الإماراتي تمويل الإماراتي هذا يعني أن المجلس ليس سوى يفهم من كثير من الناس ليس سوى إلا أدى بيد الخارج طرف خارجي الأمر ليس له علاقة بالشعارات التي ترفعونها والدليل يعني أيضا ما قاله الضيف الآخر صاحب الحق يأخذ حقه بكل هدوء طيب أعدد النقاط أولا أطمئن الأخ أخي العزيز عبد الكريم أنه هناك بيانات كان آخرها بيانا الأستاذ سالم ثابت العول قيد ضغطق الرسمي أو المتحدث الرسمي بس من المجلس الانتقال الجنوبي قال بأن المجلس يؤكد رفضه لهذه الألاعيب التي تحاول الشرعية الاستمرار فيها امتدادا لتلك الموارسات من العام 1994 وحتى العام 2015 هذا يجانب ما يتعلق ب ما أدري السؤال معذرة يعني فيما يتعلق في الحديث السيد السعلي يتحدث على أن صاحب الحق يأخذ حقه بكل هدوء لكن في الوقت الذي يمنع المجلس إنعقاد جلسة المجلس النواب البرلمان في ذات الوقت يستضيف قوات طارق صالح طارق صالح تحديدا الشيء الوحيد الذي يجمع ما بين طارق صالح المجلس الانتقالي الجنوبي هو التمويل من طرف خارجي مثلا هذا الأمر يعني أن ليست المسألة الشعارات التي ترفعونها وإنما المسألة هو أن المجلس أدى للخارج نحن طبعا أنا أكرر أيضا أنا أتحضر بصفتي الشخصية لكن أقول أن المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا يتعامل بكل هدوء المجلس الانتقالي الجنوبي أكثر هدوءا وهو يتعامل مع هذه القضية وهو يضع ساق على ساق ويقولها لن نسمع أبدا بعقد أي قلسات غير شرعية في داخل الأرض الجنوبية كانت المجلس النواب ألو غيره هذه مسألة مسألة طارق صالح أليس كذلك؟ أنا أعتبرها نعم بالنسبة لطارق صالح أنا أعتقد أنه شيء مضحك للغاية وهي تنطبق عليها مقولة كذبة ثم كذبة حتى صدق نفسه وهكذا يبدو أن العلام كرروا هذه الأكذوبة السمقة وحتى صدقوها باتوا يرددونها ليلة نهار نطمنهم أنه طارق صالح الذي أخرجت قواته في فترة سابقة بإرادة المقاومة الجنوبية لن يكون في عدن ولن يمكث في عدن ولن هو مر ربما فيها مرور الكرام إلى المخا وهو يقاتل في الوقت الذي ينشغل الآخرون في حربهم الإعلامي على الجنوب والمجلس الانتقال الجنوبي ربما ما يجمع المجلس الانتقال الجنوبي سيد صالح أين قاعدة الأساسية لتجميع قواته إذن؟ لا توقت قاعدة قاعدته الأساسية في داخل المخا والساحل الغربي وهذه النقطة المشتركة التي ربما نجتمع فيها مع طارق صالح وغيره أنه الجنوبيين والمقاومة الجنوبية وقوات المجلس الانتقال الجنوبي هي تلتقي مع هؤلاء في داخل الحديدة وفي الساحل الغربي والمخا وباب المندة بدفاعا عن الشرعية التي خذ لها الآخرون ربما كان طارق صالح صاحب موقف لسنا معه لكننا أيضا ربما كان موقف أفضل من غيره في أنه عقل تقدير يقاتل بقواته وهو شخصيا موجود في هذه الجبهات عكس الآخرين الذين تركوا الحوثي وسلمونه الجبهات وناموا نومة أهل الكاف في مختلف الجبهات في نهم وفي صرواح وفي البيضاء وكل همهم وكل انشغالهم المجلس الانتقالي الجنوبي قال المجلس الانتقالي الجنوبي صراح المجلس الانتقالي يهدد نتمنى أن ينشغلوا وأن يتركوا المجلس الانتقالي الجنوبي كما تركه طارق صالح وغيره على الأقل وأن يبدو نوعا من المصداقية في مواقهة ميليشي الحوثي كما يفعل طارق صالح وسنكون معهم وسنكون إلى جوارهم ربما هم يشعرون نحن نختلف معهم فعلا نختلف معهم لأنهم تركوا معركتهم الأساسية ووقهوا سهامهم إلى صدورنا بل يطعنوننا من الخلف في حين أنه طارق صالح ربما كان في غنى عن هذا وذهبا بدعم الأشيطات في التحالة العربية ليس مجلس الانتقالي هو من منع نعقاد البرلمان المؤيد للشرعية فكيف يكون الطعن من الخلف هذه صارت مواجهة يا سيدي نحن في الأساس لا نعتبر مثل هذا البرلمان داعما للشرعية ولا هو عامل معزز للحرب ضد الحوثيين على الأكس نحن نرى فيه طعنة ستوجه في وقت لاحق للرئيس عبد الربو منصور هذه شخصيا هم الآن يحاولون أن ينتزعوا منه بعض الشرعية سلطان البركاني الذي تم التوافق عليه كرئيس للبرلمان خارق قبة البرلمان هذا الرجل التحديدا لا يعترفه بالشرعية ولا يعترف بالرئيس عبد الربو منصور هذه أساسا وقرت عمليات استدراجه فقط لكذب أو الاكتساب الأصوات المؤيدة التابعة لحزم المؤتمر الشعبي العام لتكون في صف الشرعية ونتوقع في وقت لاحق أن يكون هذا البرلمان هو أول طعناته ستوجه للرئيس عبد الربو منصور هادي وسأذكركم الأيام فيما بيننا بأنه واحدة من المهام التاريخية التي سينجزها هذا المجلس هي أنه سوجه تهمة الخيانة العظمى للرئيس عبد الربو منصور هادي باعتبار هذه واحدة من صلاحياته فقط عدى ذلك لا شيء يتوقع من هذا البرلمان الذي عجز عن أن يقدم أي شيء خلال 16 عاما سوى المخصب سيد السعدي يقول لننتظر حتى تعقد الجلسة ونرى ما سيفعل البرلمان وإذا لم يكن هذا الكلام صحيح حملا لكن دعني أعود في هذه النقطة سيد السعدي بين منع عقادة البرلمان في العاصمة المؤقتة كما أكد بذلك سيد صالح أكد أن الناطق الرسمي باسم المجلس قد قال ذلك وما بين أيضا الترحيب الذي سمعناه من سيد صالح فيما يتعلق بقوات طارق صالح وأدائها بشكل عام هذا الذي لا يزال يرفض الاعتراف بشرعية الرئيس عبد الربو منصور هادي حتى هذه اللحظة أقصد طارق صالح على الرغم من أن المجلس الانتقالي لا يزال يؤكد دعمه للرئيس هادي عبر رئيسه عيدروس الزبيدي كيف يمكن فهم كل هذه المتناقضات برأيك؟ بعيدا عن حالة التناغض التي تعيشها بعض القوى الجنوبية وهي واضحة للعيان ولا تحتاج لمزيد من القهد للمشاهدة نقول أنه عقد القلسة عقد القلسة أنا نوات في حديثي أن عقد القلسة هذه سيكون أما أنا نوات لما إشار إليه وزيغي منصور صالح أنه قد تكون هذه القلسة فاتحة لوضع حلول لغضية اليمن بشكل عام للحرب في اليمن بشكل عام وتكون فاتحة أيضا لفتح المزيد من الضرغ المظلمة أمامنا ومن دهالي التوهان لنعيش في هذا البلد في كل في ضل المتناقضات المتناقضين أو القوى المتناقضة التي ستحضر في هذه القلسة نتوقع كل شيء ولكن المنظر يقول أنه يجب أن ننتظر حتى نشمع ماذا ستتمخب عن القلسة هذه ولا نستبغى الأمور وندخل في مثلث المناقضات مسألة المنع أنا أخر أنه إلى الآن لم يصدر بيان رسمي من المجلس يرفض وأن حكاية الرفض هذه هي تشكل إساءة للجنوب وللجنوبيين وللغضية الجنوبية رفض عقاد القلسة أو الإدعاء رفض عقاد القلسة يسيء إلى القضية لا يخدمها يبعدنا عن النصر وعن تحقيقها هل تتوقع أن هذا الأمر لم يصدر بإرادة المجلس الانتقالي باعتبار أن هذا الأمر لا يصب في خدمة هذه القضية هناك أطراف ما منعت أو دفعت نحو المنع نعم 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 أنا كنت قاية في الحديث لك أنه الإشاءة تتنطلق من هذا المنطلق هناك من يريد أكل الثوم بأفواهنا هناك مصالح أغطبت أن يكون في شيئون كان بإمكانه أن يكون في المقلة لماذا في شيئون هناك أغطبت مصلحة لأطراف خارقية وداخلية بأن يعقد في شيئون ولكن نحن بعض أخوتنا للأسف أصبحوا مثل العاشق الكذب الذي يفرح بالتهم قالوا في المكون الفلاني اللي يسعى اللي يتفرق للصراع مع جملة أو مع أخوانه وترك الصراع مع الخصم الرئيسي يعني فرح بهذا التهمة أنه نعم منع لم يمنع أحد القوى الجنوبية كلها نحن أصدرنا بيان وقلنا فيه أنه طالما نحن نشكل ما زلنا إلى الآن وما فيش واقع جديد أتى بعد واغع الجمهورية اليمنية يلغي هذا الواغع فنحن ما زلنا جزم الجمهورية اليمنية هذا قانب الشيء الآخر هناك أعظام في مقلس النواب جنوبيون سيحضرون القلسة من أين هؤلاء على من نحسبهم أخي منصوري يعرف أنه مكونهم الانتغالي فيما يقارب خمسة أو ستة عضا مقلس نواب هل عنده بيانات منهم ترفض الحضور أمثال الخبقي أمثال عقيل العباش أمثال عيدروس نصر أمثال الشيخ طالع بن فريد وغيرهم هل لدى أخي منصور بيانات لهؤلاء يرفضوا يعلقوا ليس بحكم أنهم جنوبيين ولكن بحكم أنهم ينتمون إلى المكون الذي يقول أنه أصدر بيان في رفض القلسة نحن لا نريد أن ندخل نعود إلى خضاب عام 2007 نحن اليوم حققنا إنجازات واعترف بنا العالم واعترف بقضيتنا يجب أن نمشي إلى الأمام لا نعود إلى الخلف مسألة الحشو ومسألة التعبية الخاطئة للناس ولو من باب المناكفات هذه فيها خطورة على القضية اليوم وليس خطورة على الخصم لماذا نعادي الشرعية؟ لماذا نعادي مقلس النواب؟ ونحن نحطظن رئيس الوزراء ورئيس الوزراء موجود في عدن يشتغل في عدن ومؤسسة رئاسة الوزراء تشتغل في عدن يعني عيش الحكم أننا أطرق مقلس النواب سيد صالح كيف ترد؟ أكثر من عبو لماذا لا؟ نعم سيد سادي نعم سيد سادي دعنا نسمع الرأي يعني رد السيد صالح على ما تفضلت عليه نعم هو أطمنه أولا نحن حين نقول تحدث الناطق الرسمي فالناطق الرسمي هو معبر عن وجهة نظر المجلس الانتقالي الجنوبي والأمر هنا عمل مؤسسي على درجة عالية من الكفاءة ولا تحتاج إلى حالة التشكيك التي يبديها أخي عبد الكريم ومع ذلك هناك أيضا تصريحات للأستاذ هاري بن بيريك ناب رئيس المجلس رفض فيها هذا الإنعقاد ما يتعلق أيضا بالأخوة أعضاء المجلس النواب في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أطمن الجميع بأنه لن يكون هناك حضور لأي منهم الأستاذ عدروس النقيب الدكتور ناصر الخبقي الشيخ صالح بن فريد لن يكون ضمن هذا الاجتماع حين يتحدث أخي عبد الكريم عن أنه نعم ليست مسألة تبادل الأدوار هناك رفض وهناك قبول أو ذهاب أو مهادنة نحن نتحدث عن قضية لا تقبل المهادنة ولا تبادل الأدوار وليست هذه في ضمن سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن يتم تبادل الأدوار هذه المسألة معمول فيها لدى أسرة الشيخ عبد الله حين يكون الشيخ صادق في صنعاء ويكون حميد في اسطنبول ويكون هاشم الأحمر مع الشرعية هذه المسألة بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي غير واردة ولا يعمل فيها وليست من ثقافته حتى أخي عبد الكريم ليس لها صوت لتدافع نفسها تفضل أكمل سيد منصور نعم لا هذه هي سياسة ضمن سياسة أحزاب وليست أسر أو أشخاص لكن حين أنا كنت أود التعليق حول أخي عبد الكريم هو يتحدث كيف نقبل بالحكومة ولا نقبل البرلمان نقبل الحكومة باعتبارها مكلفة وهذه مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بأن تقوم بإدارة المؤسسات والحفاظ على مؤسسات الدولة الهشة التي هي بالنسبة لنا مرحلة انتقالية حتى الوصول إلى الدولة الجنوبية المنشودة على هذه الحكومة طالما تستلم إرادة النفط والغاز وحتى الدهب الذي يصدر سرا وإرادات الأسماك وإرادة الجمارك والموانع عليه أيضا أن تقوم بمهامها وأن تطلع بدورها وضمن الاتفاق على بقائها في عدن هو أن تقوم بدورها الخدماتي والاقتصادي بدرجة محددة بعيدا عن الدخول في الشأن السياسي أو استفزاز القنوبيين البرلمان هذا بالنسبة لنا لا يمثل شيء يحتاج القنوبيين وليس حاجة ملحة سيد صالح ما دام أن هذا البرلمان وليس حاجة ملحة وأن هذا البرلمان ضعيف ومهترئ وكل الصفات التي تحدثت عنها وما دام أنك يعني تبدو أنت حريصة على شرعية الرئيس هذه أكثر من الرئيس نفسه الذي يعني دعا لعقد هذا البرلمان لماذا يعني كيف يمكن أن يعرق لانعقاد مجلس نواب هزيل بهذا الشكل الذي تصف أنت في عدن مطلب السعادة الدولة الجنوبية يعني البعض لا يرى في هذا العذر أي منطقية نحن حين نتحدث عن برلمان هزيل فنحن لا نتحدث عن البرلمان بذاته نحن نتحدث عن برلمان يراد أن تأخذ منه الشرعية وأن يعتبر وقوده في داخل الجنوب تشريع للدولة اليمنية أخي عبد الكريم يتحدث عن الجمورة اليمنية الجمورة اليمنية بالأساس لم تقوم الشعب الجنوبي أقحم في الوحدة دون استفتاء منه من حق الشعب الجنوبي الآن أن لا يعترف بالجمورة اليمنية بمطلقها رغم أنها دولياً وفي القامعة العربية انتهت شخصيتها الاعتبارية لكن كشعب جنوبي نشعر أن هذه الوحدة لم تقوم في الأساس ما تم هو قرار تعس في من قبل نظامين كانوا يحكمان في الشمال وفي القنوب بدون الاستفتاء لا استفتاء الشعب في الشمال ولا استفتاء الشعب في القنوب ومع ذلك دخل الجنوبيون وذهبوا بقبضهم وغضيظهم وذهبوا بملابسهم فقط إلى صنعاء وسلموا دولة ونظام وقيش واتعرضوا للغدر والخيانة والقتل ثم بالحرب واحتلال للجنوب اليوم يراد مننا أن نعترف بالجنوبي وبمؤسساتها التي قامت على التزوير على تزوير للجنوبيين على الغدر بهم على الفتك بهم على نهبهم الآن يراد مننا بعد انتحررت الجنوب وأصبحت بأيدي أبنائها أن يعاد لنا مؤسسات الجمهورية اليمنية التي لم نرى منها خيراً نحن نقول الآن في المرحلة هذه لم يعد ربطنا في الجمهورية اليمنية سوى الإسم أمام العالم ويربطنا بها التحالف العربي ويربطنا فيها الشراكة في هزيمة مشروع الحوثي نحن نقاتل الآن إلى قانب صارح وطارق صالح الذي لا يعترف بالشرعية ولا نعترف بأساساً لكن نقاتل طالما المشروع هو إنهاء الإنقلاب نقاتل إلى قانب كل القوى الحاجة في الشمال لإنهاء الإنقلاب سيد صالح أن تقول أن هذه الخطوة أنت تقاتل مع الشرعية وقاتل مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي أنا دعني أسأل سيد السعدي هل برأيك سيد السعدي والحوثيون الآن يحاولون جمع أعضاء البرلمان وإعادة انتخاب من هم في الدوائر التي توفي أعضائها أو ممثليها في مجلس النواب هل هذه الخطوة الآن منع الإنعقاد أو التصريح بمنع الإنعقاد على الأقل في عدن والمكلة وهذا الموقف ضد المجلس النواب الشرعي في مصلحة الحوثيين أم في مصلحة القضية الجنوبية والشرعية بشكل عام أي شيء يحسب أن المصلحة الشرعية في هذه المرحلة فهو المصلحة القضية الجنوبية وما يحسب لمصلحة الحوثيين فليش المصلحة القضية الجنوبية إلا إذا كانت في اتفاقات نحن لا نحلمها شرية مثلا بين أطراف جنوبية معينة والحوثيين فالأمر هنا يأخذ منحه آخر دعني أعلق على نظره أخي منصور في البداية في رده الأخير هو يقول أنه قبل الحكومة لإدارة المؤسسات جميل قبلنا الحكومة لإدارة المؤسسات المبلة قبل أيضا المجلس لإقرار القوانين التي تنظم عمل هذه الحكومة وعمل هذه المؤسسات وفقا للمتغيرات الحالية بعد أربع سنوات حرط وأنه أيضا إلى نقضة أخرى الأخي منصور ذكرها وهي أن الشعب الجنوبي ذهب في الوحدة اليمنية وأنا ما اتفق معه أن الحجم الاشتراكي مضى إلى توقع الوحدة دون استفتاح شعب الجنوب وهذه كانت القريمة الكبرى التي اتكبها ولكن أخي منصور والمكون الذي ينتمي إليه يمارسوا نفس السلوك الاشتراكي فهم اليوم أيضا يجروا الجنوب تحت تيافظة التفويض وغيرها من المفردات التي تسلب الجنوبي أيضا حقه في التعبير عن إرادته هو هي هي نفس التغافة الاشتراكي أخذنا بحكم أنه المثل الشرعي والوحيد والمفوض والقائد وضمير الأمة وضمير الشعب أخوتنا أيضا اللي ينتمي لهم أخي منصور مكون الانتقالي نفس السلوك اليوم يمارسوا لماذا لا يستفيدوا من الاشتراكي الذي ذبح الأمة وذهبها إلى وحدة دون استفتائها لماذا لا يستفيدوا ويتنازلوا عن تغافة التفويض وكذبة التفويض التي يمارسوها ويمنعوا الحوار الجنوبي أن يقوم وفقا للتمثيل الوطني للمحافظات الجنوبية الشت وفقا ما اتفقنا عليه في كل جلساتنا وفي كل الليجانة التي شكلت لهذا الغرض لماذا؟ اللحوتيون هم المستفيدين الوحيدين من ما يحدث من سأقيل أو فشل قلسة مجلش النواب التي من المقرر أن نستبلع نعنى غدا الشب هم المستفيدين لأنهم هم اللي قد بادروا أساسا في عام 2019 لانتخابات النيابية لما تفضلت ولشغل المقاعد الشاغرة الأكثر من 30% في هذا المجلس لماذا ذهبوا لهذا الخطوة هم إذا كان إذا كان هم ليس مستفيدين من فشل القلسة في سيئون غدا لماذا ذهبوا لهذا الخطوة؟ ذهبوا لهذا الخطوة لأهميتها وأنا أعتقد أن الشرعية أيضا تأخرت جدا في أن تستدعي لعقد هذه القلسة ولكن لأن الأمر أصبح أمر البلد أصبح خارج أيدي أبنائها بكل أضرافهم أنا لا أرى اليوم أن البعض يتحدث عن انتصار اللي بكون معين أنه منع المعقاد في عدن وراح إلى شيئون المعقاد لا منتصر اليوم ليش هناك طرف منتصر؟ الوطن مهزوم بكل أطرافه الوطن مهزوم بكل أطرافه وإذا لم تتجه العقول لإيجاد أولا حل لإنهاء المعركة لإنهاء القتال الدائر اليوم في البلد الذي أكل الأكبر واليابش إذا لم تتجه العقول لإيجاد حلول لهذا وبالتالي طرح القضايا ما فيها القضية الجنوبية التي ما زلنا نتمسك بحلقنا فيها بتقرير مصير أبناء الجنوب أن رقبوا في دولة تحادية بأي شكل من الأشكال وبأي أغاليم بأي شكل من سياسي قادم في أغاليم ولا بغيرها فيجب أن تحترم إرادتهم وإذا لم يقبلوا وظالبوا بدولتهم المشتغلة أيضا يجب أن تحترم الإرادة ولكن من باب المنضغ من باب العقل ليش من باب الكلب والدجل ومن باب تشويه الحقيقة نحن اليوم نتناغب مع أمفوشنا ظهرنا أمام العالم أننا غير مؤهلين لإدارة الدولة بسبب الخضاب المتناغب الخضاب المضطرب نفسيا أنا أحتفن مع شكلات ضارق عفاش في الجنوب وأرفض مؤسسة دشتورية أنا مشارك فيها عندي من أبناء الجنوب فيها هذا التناغب الغريب دعنا نسمع رد سيد سعدي دعنا نسمع رد سيد صالح على ما تفضلت به سيد صالح نقاط كثيرة تحدث عنها في نهاية المطاف لنكن بعيدين عن المناكفات في نهاية المطاف ما الذي سيضر القضية الجنوبية في حال أن انعقد مجلس النواب كان في حال حتى الآن انعقد في سيئون أيضا هو كان السؤال الذي ينبغي أن يطرح لماذا لم يعقد هذا البرلمان في مارب طالما وفي مارب سلطان عادل يمكن أن يحمي الحكومة وفي مارب تنفق مليارات الدولارات للبنية التحتية ولبناء مؤسسات الدولة وفي مارب أيضا دولة لا تعترف بالشرعية ولا تقبل تحويل إراداتها إلى الحكومة لماذا يراد استخدار الشارع القنوبي لماذا يراد عدن هي عاصمة الدولة القنوبية وليست عاصمة الجمهوري اليمنية كما يراد لها ولمؤساتها المهترئة عدن هي قبلة الشرعية إنقاذا لها وإعانة التحالف العربي على أن يكون أن ينطلق من عدن لتحرير كامل يمن لكن يبدو أنه لا توجد إرادة للتحرير وإنما يوجد إرادة فقط لترك صنعال الحوثي والاستيلاء على عدن والالتفاف على الانتصارات التي تحققت فيها وعلى دماء الشباب القنوبي الذين ضحوا سيد صالح أليست يعني باتريوت منظومة باتريوت سعودية هي من تؤمن الآن إنعقاد جلسات البرلمان في سيئون يعني في نهاية المطافة أنت تحدث على شراكة مع التحالف السعودية موجودة في التحالف هي قائدة التحالف كما يعني تعلن السعوديين يصيرون على عقد الجلسة يدفعون إلى قوات عسكرية لتأمين هذه الجلسة في سيئون هل يعني يفهم من تحركاتكم أنكم يعني تعتمدون على الإمارات فقط أن التحالف بالنسبة لكم هو الإمارات فقط أما خطوات السعودية هي منبوذة أو مرفوضة الإمارات هي جزء من التحالف العربي بقائدة المملكة العربية السعودية ونحن نتحدث عن التحالف فنحن نتحدث عن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وحين نقول نحن شركاء التحالف فنحن شركاء التحالف فقط في مواقهة مشروع الحوتي وإعادة الحكومة اليمني إلى صنعات ثم الجلوس على طاولة المفاوضات لحل المشاكل الآن قلتها بنفسك ثم الجلوس على قاعدة مشاورات يعني إعادة أنت قلت الآن بلسانك بعظمة لسانك إعادة الحكومة إلى صنعات إعادة الشرعية إلى صنعات ثم الجلوس والحديث عن القضايا الأخرى إذن لماذا لا يعقد البرلمان حتى تتسارع هذه العملية وتحدث بأسرع وقت ممكن نعم هذا البرلمان هو واحد من القضايا المعطلة لأي حلول قادمة نعتبرها نحن نقول نحن شركاء التحالف وشركاء الرئيس عبد الربو منصر هادي وكما قال آخر رئيس عدر الزبيدي الجميع يحمل تحت مضلته بما فيها التحالف العربي لذلك نحن مهمتنا الحالية ليست عاقد برلمان مهترئ منتهي الصلاحية منذ العام 2009 إلى الآن لم يكن لأي دور في اللحظة الحاسمة وبعد تحقيق هذه الانتصارات يراد استفزاز الشارع القنوبي به ونقل الصراعات إلى مدن القنوب لذلك رفض وسيرفض ولن يقبل به وانقبل حتى أي قوة قنوبية وحتى المجلس التقل القنوبي انقبل بهذا البرلمان لن يقبل به الشارع القنوبي وما نراه اليوم في سيئون خير دليل لا يقد ما يبرر انعقاد هذا المجلس والسؤال كما قلنا لماذا لم يعقد في مارب لماذا يراد استفزاز الشارع القنوبي لماذا ذهب هذا البرلمان لانعقاد في سيئون حيث يتحدد الآن الوكر الأساسي الذي ينطلق منه القاعدة السيد السعدي من الحراك مكونات التي تتحدث عن القضية الجنوبية لم يستفز يعني لم يرى أن هناك استفزاز لمشاعره عندما يعقد البرلمان في عدن هو أنا لا أود في المطلق أن نتحدث عن مواقف أي مكون جنوبي آخر لكن نحن نتحدث عن المجلس الانتقال الجنوبي وهنا أطمئن أخي عبد الكريم من المجلس الانتقال الجنوبي هو كيان تم تفويضه في الرابع من مايو وتفويض شعبي واسع وإن كان أي كيان جنوبي يستطيع العودة للداخل والعمل من الداخل وأن يحظى بثقة الشارع فهو كيان مرحب وسنمد أيدينا إليه بأريحية وبقلوب صافية والمجلس الانتقال الجنوبي وكما تعبر عنه قيادته دائما يمد يديه ويفتح باب الحوار والتوافق وهو حريص على التواصل مع كل القوى الجنوبية التي تسير على طريق تحقيق هدف التحرير والاستقلال ولا توجد أي إشكالية للتعامل مع أي شخصية جنوبية أو أي قوة سياسية جنوبية أو أي مكون جنوبي لكن المجلس الانتقال الجنوبي وهذا شيء لا نبالغ فيه نقول أنه هو القوة الأساسية الموجودة في الجنوب هو الحامل الأكثر شعبية الذي يحظى بإنطقة الشعر الجنوبي هو القوة العسكرية التي تملك قدرة اليوم على بسط سيطرتها على كامل مناطق الجنوب هذا أمر لا نود حينما تحدث فيه استفزاز باقي القوى لكننا نقول أن كل الجنوبيين شركاء في صناعة المستقبل وكل الجنوبيين مرحب بهم نحن لا نمنوا على أحد ونحن لا ينبغي أن يمن لا المجلس الانتقال الجنوبي ولا غير على أي شخصية أو مكون جنوبي بأنه هو الأساس وأن الآخرين كما يقال ليس لهم دور كل الجنوبي تقع عليه مهمة المشاركة في صناعة المستقبل المشاركة في الانتصار للهدف الجنوبي الذي ينشده الجميع وهو استعادة الدولة الجنوبية كامل السيادة بحدود 21 مايو 1990 لا تقلز المطلق أي مصادرة للرأي الجنوبي الآخر سيد صالح يعني يفهم من كلامك الآن وأوجه سؤالي للسيد السعدي يعني يفهم من كلام سيد صالح أن المجلس الانتقالي الآن أصبح القوة على الأرض من حقه إذن فرض خياراته سواء بدعم خارجي أو بدونها ليست مشكلة مدام ما زال قادرا على فرضها لماذا إذن ترفضون هذه الخطوات إذا كانت تهدف لاستعادة الدولة الجنوبية في الحقيقة نحن سعادة نسمع من أخي منصور كنايب للدائرة الإعلامية في الانتقالي أنه مسيطر وأنه لابط الأمور وهذا يسعدنا كجنوبيين نحن نريد القنوب في الأخير ولو أننا نريده نحن بدون ذماء ونريده بدون استعدال أخواننا في الشمال فإذا أنا نحن كان مع نظام علي عبدالله صالح وليس مع الشمال مع الشعب ولكني أتساءل في ظل هذه الصيدرة المطلقة التي تكدد عنها صديقي منصور أين تلك الصيدرة من قرائم الأغتيالات والأغتصابات والعبث اللي يدور في عدن وانتهاك حرومات البيوت وسرقة أموال الناس والحالة المعيشية السيئة اللي يعيشها أهلنا والتشريد اللي نتعرض له نحن وغيرنا والفوضى التي تديرها قوى أقليمية داخل العدن وتعبث بها ليلا ونهارا والأمن الذي يفتقده الإنسان لمقرد خروجه لجيارة حتى الإقار أين صيدرة أخي منصور من هذا كله ألا الصيدرة بمفهومة عند أخي منصور هو أفغض امتلاك السلاح وتخزينه للمعركة الغادمة فيما بينها كجنوبيين أما الصيدرة توظيف هذا السلاح بحماية البعفاء وحماية الناس المسحوقين وحماية أبنائنا وأخواننا وأخواتنا وأهلنا اللي تنتهك كرمتهم يوميا في عدن اغتصابات بالعشرات اغتيالات بالعشرات بقاع أراضي تسلم حقوق الناس تنتهك بيوت الناس تنتهك كرمت الناس أين صيدرة منصور أخي منصور أين صيدرة أين الشلاح أفرق الشلاح أفرقوا الدولة أعلنوا البيان رغم واحد أنا أول واحد بكون معكم بني وبغاتل أنا عادني غليل عندي ما يمكنني أن يمشك البندقية وغاتل بها يلا تعالوا مشألة الممحكات أعتقد أننا عديناها في محرات 2007 و2009 عندما قال علي سان من البيض ليعلن أنه هو القائد الشرعي والمفوض وخرقت مليونية أكبر مرتين من المليونية التي خرقت في أربعة مايو وفوضته وقبل هكذا كان ناصر النوبة وكان أول المفوضين أيضا وبعده جاء باعوم أو فوض باعوم جعيم باعوم وأيضا نفس المليونية وأكثر نحن لسنا في حرب مليونيات لسنا في حرب تفويضات نحن عندنا نريد نحرر أنفسنا وضحت نحرر أنفسنا أول من عبودية أفقارنا من عبودية قموحاتنا ورغباتنا المكبوطة في قوانا نتيجة للنظام الشمولي الذي حكم فيها نعم سيد سعد إذن وضحت هذه النقطة شكرا لك سيد عبد الكريم السعدي القيادي في الحراكة الجنوبي السلمي كنت معنا عبد الهاتف نالطاهرة والشكر موصول أيضا لسيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة العلامية المجلس الانتقالي الجنوبي والصحفي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والاستماع في نهاية هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحياتي طاقة ميلا عمل الفني والتحريري إلى اللقاء اشتركوا في القناة